السلام عليكم و مرحبا بكم جديد على قناتي و قناتكم قناة السعادية ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في طمام الصحة و العافية الوصفة اليوم سوف نفعكم بزاف رمضان بما انه على الابواب و كذلك المكونات اقتصادية سوف نصيب معكم واحد العاصر بمكونات بساطة و موجودة في كل بيت و كمية ليهما كبيرة بزاف و من فوق هذا الشي كامل صحي كي ماشتوا معي في بداية الفيديو خديت واحد جوش ديال البرتقالتين غسلتهم جيدا و انشفتهم خديت شوية ديال دوك القشور اللي باللون ديالها البرتقالي هادوك يعطي منك هالي هي زوينة غير شوية فقط تقريبا ربع برتقالة فقط و حاولوا ما اتخذوش داك البيض باش ما يعطيكوش المرورية و من بعد غنقشل البرتقالة ديالي و غنحيد لي هاداك القيشرة البيضاء و ذاك الشي اللي هو ما يتبقى من القيشرة و هادو غنلحهم يعني ما غنستعملهوش الوصفة ديالنا و غناخد هاديك البرتقالة كنحاول نقسمها من الوسط و كنحاول نحيد لي ها زريعة لهذا الشكل من سبيلها ما كاتفضلوش هاداك يعني تستعملوا ديال القيشرة اللي لون ديالها برتقالي تقدروا تستغلوا عليها فهد الوصفة غير كتعطي واحد منك هالي هي زوينة خصوصا من لغايلة بغينا نديروا واحد كميات كبيرة من هاد العاصر بالنسبة لبرتقالة التانية غنقشرها كلها غنقشرة اللي هي غنرميها اه زعمة غنرميها وبنسبة لبرتقال راك نحيد لها زريعة نفس الشي كمدرس مع اللولا في المرحلة الموارية خديت هنا كأس ديال العاصر والطحن كي ما اشتوا معايا ضفت لي شوية ديال القشور ديال البرتقال وهنا بنسبة لطمرات را غنستعمل سبع ديال الطمرات إلا بيتوا العصر ديال كتر ديروا كتر وإلا بغيتوا جيل حلوة ديال وخفيفة ديروا قلي من هاد الشي مهم بس باس بعض طمرات راك تجيل حلوة هي هادي كي منسبة لها الكيمياء ديال العاصر انا رجل معاكم من بعد غنضيف جوج ديال الموزات على هاد الشكل مهم كرق الشاكزو اللي هم القشرة وكنقطعهم بالموس على هاد الشكل وكنضيفهم الى بقية المكونات كي ما اشتوا مكونات اللي هم بساط وما كياخدش معاكم مجهود نهائيا منسبة لهنا اللي غنطحن به هاد العاصر غنضيف اللول نصف ليتر ديال الماء ويقرشته معايا ومن بعد غنطحن هاد المكونات جيدا جيدا حتي يتجانسوا مع بعضياتهم بالنسبة لها هاد المكونات راك تخرج حتاجه جيترونس ديال العاصر انا غنحضر به غير لتر ونصف فقط لقوام ديال وغيجي مازا شوية تقيل انا كنفضله على هاد الشكل بعد ما عصرت هاد المكونات راك نضيف ليهم ربع لتر ديال الماء يعني في المجموع راني استعملت لتر وربع لتر ديال الماء اللي تقدروا تضيفو اكتر من هاد الكيميا ايه بالنسبة للا بيتو تحليو العاصر ديالكم وما ممتو فرش عندكم التمرز تقدروا تحليو بالسكر عفوا بالسكر نعم بالسكر حوي بعض بالنسبة لقوام ديالو كيما شتورك يجي شوية اتقيل اه هنا وصلت نهاية ديالفيديو نتمنى الوصفة تعجبكم وتنالي استعسان ديالكم وما تنسوني شمال لايكات والاشتراك الى عجبتكم من القناة وكذلكات علي قزوين والسلام عليكم الى وصفة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة